هذا الاكتشاف جاء بالصدفة ولكنه حير الباحثين بالفعل فعلى الرغم من صغر هذا الكائن إلا أن هناك كائنات أصغر منه تعيش فوقه وتمص دمه سبحان الله انظر معي إلى هذه الكائنات باللون الأحمر التي تعيش فوق البعوضة وتتغذى عليها حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة البعوضة كائن صغير جدا طالما استحقره الإنسان واعتبره أنه مخلوق ضعيف اليوم العلماء غيروا نظرتهم لهذا المخلوق اعتبروه من أقوى الكائنات البعوضة أقوى من الإنسان بمراحل كثيرة قياسا إلى حجمها فالبعوضة تستطيع أن تقلع وفي بطنها كميات من الدم تفوق وزنها وتقلع وتطير وتناور بكل سهولة وتنجو من الهلاك سبحان الله مزودة بأشعة حرارية ترى بالأشعة الحرارية ترى بالتصوير البطيء لها مئات الأعين ليس عين واحدة فيها جهاز تخدير عندما تمص الدم لو أردنا أن نتحدث عن عجائب البعوضة وتكوين هذه البعوضة والقلوب السلاسة التي تضخ الدم بالتناغم والتناسق عجيب جدا حير العلماء لا ننتهي من هذه العجائب ولكن اليوم أريد أن أركز معكم على ما قام به هذا الشخص حقيقة وهو بالصدفة هذا رجل هنا بالصدفة قام بتصوير هذه البعوضة طبعا وجد شيئا مذهلا أن هذه الحشرات الحمراء انظروا معي أخي الحبيب هذه الحشرات الحمراء هنا انظر هذه تعيش فوق البعوضة تأمل معي هذا المنظر الرائع فعلا فوقها تعيش البعوضة أنت بالكاد تراها بالعين فمثل هذه الحشرات الصغيرة يستحيل رؤيتها بالعين المجردة إلا في ظروف خاصة جدا وإذا كان لديك قوة نظر فائقة فإذا القرآن الكريم عندما حدثنا عن البعوضة طبعا هنا القرآن يضرب مثلا في الصغر عندما قال المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر العنكبوت هناك سورة اسمها سورة العنكبوت يذكر الذباب في سورة الحج مثلا يذكر النمل في سورة النمل وسخر من هذا الأمر هذه الكائنات الذي خلقها يعلم مدى التعقيد فيها فرد عليهم القرآن في سورة البقرة التي نزلت في المدينة المنورة قال لهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الصغر يعني بعوضة لأن المقام هنا مقام تصغير واستحقار وتقزيم لهذا الكائن فأرادوا أن ينالوا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها انظر هذه الحشرة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم المؤمن يعلم أن هذا حق من دون أن ينتظر العلماء حتى يكشفوا لنا أسرار هذه البعوضة والتركيب المعجز فيها وأنها بالفعل تستحق أن تذكر في أي كتاب يتناول روعة التصميم لأن تصميم البعوضة جناح البعوضة أنظر هنا معي أخي الحبيب إلى هذا التصميم الإعجازي تصميم الأرجل والجناحين والأعين وهذه السكاكين المخصصة لي تعمل مثل مشارط جراحية تضخ مادة مخدرة فيها جهاز تحليل يحلل نوع الدم هل يناسب يناسب هذه البعوضة أم لا يناسبها ثم إن البعوضة الأنسى هي الأقوى وهي الأكثر فتكا وهي التي فيها إعجاز أكثر لذلك ذكر البعوضة قال فما فوقها لم يقل فما فوقه ذكرها بصيغة المؤنث طبعا العلماء أخي الحبيب عندما شاهدوا هذه الصور طبعا ذهلوا من دقة التصميم انظر هنا أخي الحبيب هذه طبعا بعوضة تقف على يد هذا الباحث هذه بصمة اليد انظر كم هي صغيرة انظر معي هنا يعني تعيش تتغذى تمص دم البعوضة البعوضة تمص دم الكائنات الحية وهذه الحشرة صلطها الله على البعوضة لتمص دمها وقد تقتلها إذا تكاثرت فتتغذى عليها هنا أيها الأحبة لابد أن نقف قليلا مع الآية الكريمة لماذا قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها طيب هم انتقدوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر البعوض هل تعلمون أن اليوم كبريات الجامعات في العالم وكبريات المواقع العلمية والعالمية تذكر البعوضة من بهار مثلا هذا الموقع هنا سي بي سي نيوز مثلا يذكر هذه القصة عن هذا الباحث وعبارات لو قرأنا المقالة عبارات مليئة بالاستغراب مليئة بالحيرة مليئة بالإعجاب بهذا الكائن إن الله لا يستحي الله لا يخجل كيف يخجل من مخلوقاته هو خالق البعوضة سبحانه وتعالى وهو الذي قال صنع الله الذي أتقن كل شيء فكل شيء خلقه الله متقن فيه إبهار فيه إعجاز هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ماذا اخترع الإنسان غير ما يضر ويدمر ويلهي ويسبب الكوارث ما هي اختراعات البشر فإذن أخي الحبيب يعني عندما اخترع الطائرة استخدمها لقتل الناس عندما اخترع الصاروخ استخدمه لقتل الناس عندما اخترع الإنترنت استخدمه لنشر الشذوذ والإباحية وهكذا بينما خلق الله يستحيل أن تجد فيه خلل أو نشاز أو ضرر فإذن هذه البعوضة أخي الحبيب صحيح أنها تقتل ملايين الأشخاص حول العالم ولكن كل هذا فيه حكمة لأن هناك توازن بيئي وعالمي من الضروري أن تكون هذه الحشرة موجودة لأن الناس لو تكاثروا من دون موت طبعا البعوضة هي أحد أسباب الموت والسرطان أحد أسباب الموت والفيروسات أحد أسباب الموت إلى آخره فكل هذه أسباب قدرها الله لتبقى هذه الأرض متوازنة تخيل أن الناس يتكاثرون ولا يموتون ستصبح الحياة مستحيلة في النتيجة سيأكلون سيأكل بعضهم بعضا لذلك الله سبحانه وتعالى قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين قدرنا يعني وضعنا قدرا وسببا لهذا الموت إذن أخي الحبيب هنا عندما نقرأ هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يستحي ولا يخجل أن يضرب للناس مثلا من مخلوقاته مثل البعوضة هذا المثل هو غاية في الصغر ويضرب أمثلة أخرى في الصغر فما فوقها فما فوقها في الصغر في التفسير يقول الطبري تقول العرب هناك رجل جاهل وما فوقه يعني من هو أجهل منه جاهل وما فوق ما فوق ما فوق الجهل يعني أجهل منه هناك كائن صغير وما فوقه يعني أصغر منه فهذه الآية تشمل هذه المخلوقات التي تدعى مايتس هذه الحشرات الصغيرة تشملها طبعا هنا أيها الأحبة الآية تشمل هذه المخلوقات وتشمل أيضا كل ما هو أصغر من البعوضة فوق هذه البعوضة هناك بكتيريا تعيش هنا هناك بكتيريا تعيش على ظهرها أيضا كائنات لا ترى بالعين فإذا القرآن يشير هنا إلى كل ما هو أصغر من البعوضة من مخلوقات إلا الله لا يستحي منه سبحانه وتعالى لماذا لأن الله لا يمكن أن يخلق مخلوقا عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ولا يمكن أن يكون هذا المخلوق من دون سبب له عمل له وظيفة بحيث أن الله جعل هذا الكوكب متوازنا في كمية الأمطار في درجات الحرارة في سرعة الرياح في كل شيء متوازن حتى نوعية النباتات والحشرات والكائنات البرية والمائية كلها متوازنة مع بعضها متى حدث الخلل عندما تدخل الإنسان في الطبيعة لألاف السنين كانت هذه المنظومة الرائعة متوازنة عندما تدخل الإنسان في العصر الحديث وبدأ يقطع الغابات ويدمر ويقوم بالحروب المدمرة وينشر الفساد في الأرض اختل هذا النظام وبدأنا نرى الكوارث نرى أمطار في صحراء ونرى عواصف مدمرة في أماكن لم تضربها العواصف من قبل نرى زلزال يضرب منطقة غير متوقعة أن يكون فيها زلازل أصلا وهكذا كل هذا أيها الأحبة يدعونا أن نعتقد أن هذا الكلام هو كلام الله وأن هذه الآية من آيات الإعجاز العلمية هي دليل على صدق القرآن لأن القرآن لو كان كلام محمد عليه الصلاة والسلام لتحاشى ذكر هذه الكائنات لأنه في زمن النبي لا أحد يعلم أسرار البعوضة فقط قبل سنوات قليلة اكتشف العلماء سر طيران البعوضة وهي محملة بكمية كبيرة من الدم فقط قبل سنوات فما بالك بأكثر من 1400 سنة لم يكن أحد يعلم شيئا عن أسرار هذه البعوضة على رغم من ذلك القرآن تحدث عنها وضربها مثلا وقال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يستهزئون كما يحدث الآن ماذا أراد الله بهذا مثلا تأتي هنا الإجابة الصاعقة يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين لذلك تجد المؤمن قلبه مطمئن يقرأ هذه الآيات ويزداد خشوعا ويزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى الملحد دائما يستهزئ ويستكبر ويضل ويزيده الله ضلالا لأنه هو اختار طريق الضلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر